موسيقى السلام عليكم معلومتنا المقدسية لليوم تسريب العقارات يحاول الاحتلال بشط الطرق والوسائل الاستيلاء على المباني والمنازل الموجودة في البلدة القديمة لذلك تقوم الجمعيات الاستيطانية بعرض مبالغ ضخمة وطائلة جدا لشراء تلك البيوت والعقارات وإحلال المستوطنين اليهود بدلا من المقدسيين العرب ولكن المقدسيين يقابلون تلك العروض بالرفض لتأكيدهم على أنها أرضهم ولن يتنازلوا عن حقهم فأصبح الاحتلال يستخدم السماسرة ورجال الأعمال العربي حتى يقوموا بشراء تلك البيوت والعقارات على أنهم مسلمين ثم يعيدون بيعها وتمليكها للاحتلال وصنفت العقارات المتسربة في البلدة القديمة إلى ستة ستولي عليها أمنيا وعقار بحجة أنه ضمن أملاك الغائبين واثنين وأربعين عقار بموجب قانون حارس أملاك العدو وسبعة عشر عقارا لأسباب أخرى وبعد موجة التسريبات هذه أصدرت فتوى بتحريم التسريب العقاري دمتم بخير لمعلومة مقدسية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر